السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعتي مع شهوة جديدة الحرشة بدون غلوتين كوننا تتعجبنا الحرشة كنبغي نفطر بها اولا نعملها القوتي وكان حيرو كيفاش قدين وجدوها ونجي نرطبها ونجي نزوينا فقدين نشاركها معكم اليوم بمقادر اللي بسيطة وقد جي طبا كلها متماسكة يعني ما كتشتتش ما كتشتتش وفي نفس الوقت بدون دقيق مصنع فقط بساميد بولينتا هو هذا ثاميد ناعم ثاميد دورا ناعم نعمل منه ثلاثة ديال الكيسان انا خدمت بكأس ديال الشاي يمكنكم تعملوا كأس العنبة فهذا الثاميد هذا سيتلقاوه في المحلات اللي يبيعو المواد بدون غلوتين نعمل هنا قريصة ديال الملحة يعني قياس ديال الملحة ونعمل العسل مائقة كبيرة ديال العسل يمكنكم استعملوا السكار سانيدة فانا بغيت تبقى هكذا طبيعية هذي ندير واحد خمارة وزن تمنيا جرام يمكنكم تعودوها بكاربونات السودا وهناي المكوين الرئيسي هو الروز هذي ناخدو ذاك الروز لنكركب الابيض نغسله مزيان ونسلقو منه كاس فجوش الكيسان ديال الماء حتى كي يتسلق مزيان وكنتحنوه مع شوية ديال الماء نزيد ونضيفو لي شوية الماء ونطحنوه ناخدو منه قياس كاس إلا بغيتم ما يشتش لكم هذك الروز فانتو ما غديرو غير نصف كاس ديال ديال الروز فأطيبوه في الماء فجوش الكيسان ديال الماء وغادي تطحنوه وصفيو تاخدو منه كاس كبير كيف ماشته نفس الكاس اللي عبرنا به ناخد كاس اللارو بديال الزيت يمكن لكم تخلطوها ما بين زيت الرومية وزيت البلدية او لا تخدمو غير زيت البلدية وغادي نبسس بها هذك المكونات هو الاول حتى غادي نبسس هذك ثاميد مزيان عاد غادي نضيف هذك الأورز اللي تحنى هو اللي غادي يجمعها غيخلي لنا هذ الحرشة ما تجيش كتفرتت كنعرفو المواد بيدون غلوتين اي حاجة زيما مخدوها بيدون غلوتين فما كتكونش في هذك المادة اللي كتخليها متجانسة كتتماسك فحنا كنحاولو نعوضو هنا كاس ديال الماء دوبت فيه واحد شوية ديال منعقة صغيرة ديال بسيليوم قشور البسيليوم حتى هما كيعاونو ان هذ الحرشة ديجير طبع دوبت فيها معلقة صغيرة ديال قشور البسيليوم مع واحد راس معلقة ديال الخميرة فورية راس معلقة صافيو غادي نعجن بيهم هما باش هادين نعجن هاد الحرشة هادين نضغف ديال كاسة الماء كامل يعني كاسة الماء غايدخول كامل فهاد الحرشة هادي انا ما خليتوش تجمد ما خليش ديال البسيليوم حتى يجمد في الماء اضغيها غير خلطو في الماء وخدمت به مباشرة صافيه هنا كنعجنو الحرشة ديالنا بزيان وكننغطيوها ونخليها تخمر اقل مدة خمستاشر دقيقة وواحد الملاحظة هادك الماء كان سخون يعني ما كان ديلو الماء يكون سخون بزيف باش هاديك الحرشة ترتاب ديك سميدة كترتاب وكتجيكم الحرشة يعني ارتبعة ما كتجيكمش قاسة في العداء ديالها صافيه غدي نخليها جانبا ترتاح خمستاشر دقيقة وناخدو المقلة ديالنا غدي ندهنوها بالزيت وغدي نرشوها بالساميد ديال الدراء ونفرغو فيها هادك الدراء هادك العجينة ديال الحرشة صافيه غدي نعود ندهنها نرشها عفوين من الفوق بشوية ديال الساميد ونقرسوها ما تجيش غليضة بزيف وما تجيش رقيقة بزيف هتشوفو السمك اللي غدي نقرسها فيه انا اهنا بعد ما خمرت شوفو كيفاش تجي شاربة مزيان باش ممكنت هديك الحرشة خفيفة باش ممكن تجيزوينة وكتجي ارتبا من طبيعة الحال لان خدمناها بالمسخون فكتجي تبارك الله شاربة ورتبا وكيف ما غتشوفو معي راكتماسك يعني بحال الحرشة العادية صبح الله وتفل مدق ديالها جتزوينة بزيف خصوصا انا درتوها بالزيت البلدية صافي غدي نحاول ننقرد الجوانب هكدا بهذا الشكل هادا احتمل الفوق باش ما يبقاش احتمل الفوق باش ما تبقاش هدوك لاتراص ديال الصبيعات فاش نقرسوها صفي بهذا الشكل هادا ونشعلو دابة البوطة النار تكون متوسطة ماشي مجهدة وماشي نقصة بزيف ونخليوها حتى كنحسو بهذا يعني جمعات من التحت قاعد كنقلبوها والطريقة باش نقلبها ستشوفوها معي دابة انا قلبتها باتطريقة عادي تقلبوها في الصينية وتعودو تحطوها مباشرة فكنضن ان الفكرة واضحة والطريقة مبسطة جدا مقدر جدا سهلة وان شاء الله تنعجبكم وتجربوها وبصحة وراحة سوف نقلبوها ونقدمها معكم ان شاء الله كيف ماشيتو بعد اما كنت طيب من التحت نحاولو ان هكذا ندوروها باش كتطيب من الجوانيب كاملين وكتجينا كلها مذهبة ودك المعلقات العسل هي اللي كتعطينا اللون هدا يعني كتجي مذهبة بحالة بحالة الحرشة العادية سوف يبعد المطابة غادي نقطعها معكم باش شوفوها كيف جات تباك الله كتشهي وكنتمنى نجربوها ان شاء الله وبرتجوا الفيديو مع الناس دي كعملوا حمية بدون كلوتين باش يعملوها ويتمتعوا بالحرشة الاصلية اللي كتكون يعني بحال مدق ديال الحرشة العادية غادي نقطعوها على هالشكل وغادي نقدمها معاكم ربقة سخونة خلي واتت برد باش تجيكم ساهلة في تقطع ديالها كل مزيد من الوصفات زوروا قناتي فيها وصفات بدون كلوتين وان شاء الله تنينالوا اعجابكم وخليكم عاية تل نهاية الفيديو لان انا غادي نشارك معاكم واحدة طالبية وصلتني فيها مواد بدون كلوتين غادي نقربكم شوية من زمان الناس اللي اول مرة يعملو حمية بدون كلوتين باش يشوفو شو يمكن اللي هم يشريون من مواد خالية من الجلوتين وهاكده ياخدوا واحد اللمحة على هاد المرض هادا او لهاد الحيمية الحرشة ديالنا كيف ماشتورها جات كتش هي درتلع واحد طريف ديال الزبدة باش هكده نقدموها وصحة وراحة وكيف ماشتودها بوصلتني لها مونديالي غادي نحلها معاكم ونوريكم المواد اللي خديت اللي اولوها هاد ناطا غنية عن تعريف هي حلوة وفي نفس الوقت كيمكن نستعملوها احتف الوصفات تجميلية من ماسكات الوجه او التبيض فراها رائعة بزف كيستعملوها صحروية بزف تحية وهنا قوفيو انا كناخد هاد القوفيو هدي يعني بروتين فيها بزف ديال المنافع وتبقى الله غانية انا كندخلها في الخبز خديت دقيق ايلان ايضا كيلو من دقيق ايلان خديت دقيق ديال الكوكو حتى هو بيت ان شاء الله نعمل معاكم وصفات اللي صحية اكتر وخديت هنا بولينتا هاد الساميد هو اللي خدمت بيع الحرشة ساميد بولينتا تيكون ساميد رقيق بزاف وتيجي زوين في الحرشة في البغرير في كل شي يعني دقيق اللي زوين ساميد عفوان اللي زوين وهنا خديت ساميد ايلان حتى هو قدي نستعملو في بعض الوصفات بحل الحسوة قدي تشوفو معايا ان شاء الله وهنا خديت سامغ الزانتان اللي كيعطيتها هو نفس الدور ديال الجلوتين كيعطيتك التماسك ديال العاجين قدي نخدموه معكم ان شاء الله في وصفات سكار سقيل ايضا باش ندير معكم صفاء بدون جلوتين ان شاء الله وخديت البغرير سهل قديتها هو نجربوه معكم من شركة فوداس اللي كيجي اصلا فيه كل شي يعني غي كتخلطوه وطيبوه مباشرة هذا هو الشوكولانواغ اللي كنستعمل تيجي زوين ومدق دياله رائع خديت ايضا سكر ستيفيا باش هقدر وصفت ديال القادمة ان شاء الله تكون زوينة خالية من السكريات كنحاول ما امكن نلتزم بوحد الرجيم اللي صحي فان شاء الله الله يقدرنا ووصلتني هاد البوبكورن كادو هدية شكرا بزيف امل دايت على حسن المعاملة وتوصيل اللي كان سريع تبارك الله هنا غدي نخدم معكم ان شاء الله نشارك معكم في الفيديو القادم طريقة ديالي كيفاش كانت حندرة كان ناخد دراب الدية وكانت حنا في الدار غدي نشارك معكم طحانة ونشارك معكم جميع الخطوات ان شاء الله الى فيديو قادم دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة